حوار حاصل كده بتاع دكتورة ما عرفش بتعمل عملات اجهاد لبنات او غير. ليش علاقة بالدكتورة ولا هتكلم عليها اصلا. هي الدكتورة بتعمل عملات اجهاد للبنات اللي بيعملوا علاقات ويحملوا وعايزين يدرعوا على اهليهم. وبعد كده طبعا هيشوفوا الدكتور يعمل لهم عملية ترقية. علشان بعد كده يشوفوا لهم واحد مغفل يتجوزهم. وطلق لنا الاستاذ عمر دباديل. الحاجة الوحيدة اللي هعلق عليها ان هو بيقول هي فين حقوق المرأة من اللي بيحصل. حقوق المرأة انت ملاقيت شجر حقوق المرأة تنادي عليها او تناشدها علشان ان تيجي تتكلم في اللي بيحصل ده او تشوف حل في اللي بيحصل. حقوق المرأة اللي انت بتناديها عشان تحل المواضيع اللي زي دي هي اصلا اللي بتدعو البنات انها تتحرر من اهليها ومن دينها ومن تقالضها ومن عددها علشان تعمل علاقات محرمة مع الرجال عادي وفي الاخر يقولولك الرجال وحشين. حقوق المرأة هم اللي بتدعوا النسوان انها هتتعري وانها تقلح جبها وانها هتمشي عريانة في الشارع بحجة هي حرة وتغض مصرة. فبالتالي الرجالة اللي ما عندهاش دين والايمانها ضعيف هيهيجوا عليهم وينطوا عليهم والبنات دي هتقبل عادي. السوري يعني شوية الالفاظ الحلوين دول بس عادي يعني. وتعملوا العيب وهتيجوا على الالفاظ تقولوا عليها معي. تكبروا الامر بصدر راحة. حقوق المرأة هي المنظمة او يعني هي المنظمة اللي بتدعو لقه جميع الرجال. انا ماليش ضعب جميع الرجال ومش بدافع عن الرجالة. انا بدافع عن نفسي. انا شخصية. انا شايف نفسي كل الرجالة. ماليش علاقة بحد. عالف اللي فيكو اوسخ. ما فيه لكون كله. لكن ماليش علاقة. انا باتكلم عن فكر. تمام? بتوع هو المرأة او اللي بيدعو لقهر جميع الرجالة واخصائهم. في ناس منشقات من جماعات هو المرأة او الفاملستس. وبعد ما انشقوا عن الجماعات اللي انا عن نفسي انا شخصيا انا صنفتها جماعة تهدد سلامة المجتمع والامن المجتمعي. بعد ما انشقوا عنهم طلعوا فضحوهم وقالوا ان هم ليهم بخططات مش كويسة والكلام ده اللي قلت في حلقات كتيرة بل كده بس معظمة حزفتها. علشان ما فيش داعي الكلام انت هتكلم ميني يعني هتكلم ميني شوية مش عايزة غلط. ما فيش فايدة من الكلام. بتكلم الناس في حاجة صح وهم عايزين حتى يفكروا بشيلند. الله احرام. ماليش داعي الكلام اصلا. وبرضو ماليش داعي الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ولكن هقوله للزمن. الفاميناستس. اللي في بدايتهم انضموا للعلمانية. بيديهم وبرجليهم. كل حاجة فيهم. وقالوا احنا هنبقى مع العلمانية وروحوا اقروا في التاريخ وانتو تعرفوا كويس الكلام. الفاميناستس. او جماعي الفاميناستس. وتحت مسميات حقوق المرأة. كانت بدايتها اصلا بسبب قهر الكنيسة للستات وسبب استعباد الستات. كلام من هذا القبيل مالوش داعي ان انا نقوله. فامت جماعات الفاميناستات. وبقى حقوق المرأة على هذا المنوال. وبعد كده الموضوع اتطور. وبقى قره شديد للرجالة. وانضموا للعلمانية. وانضموا لمنظمات. هدفها تدمير الدين وهدفها تدمير المجتمع. انتو ما شاء الله فاتحلهم درعاتكم عشان انتم معرفش مع علينا. انتم اللي سمحتوا الناس زي دي تلعب في عقول المجتمع البنات والشباب. انتم اللي سمحتوا بالكلام ده في الاخر. بتنادوهم علشان تستنجدوا بيهم. ده ايه البجاحة اللي انتم فيها دي? يعني انا عايز افهم ايه كمية البجاحة اللي انتم فيها. الناس دي اساسا هي لدمرت المجتمع. فانتم بتنادوهم وتستغيثوا بيهم علشان ينقذوكم او شوفوا حل في حاجة بتحصل غلط. هم اصلا اساس الغلط. بدل ما تروح تقول فين بتوعه المرأة. قول فين المخرجين. بدل ما تقول فين الفاميناس. قول فين المنتجين. بدل ما تقول فين وفين روح ناجع الممثلين. هي دي المنظمة الحقيقية ان المفروض تتحارب بجد. الميديا عموما حلان السوشال ميديا طبعا هي لمفروض تتحارب بجد. لان كلها من البنية افكار نسوية. وافكار علمانية. وافكار الحادية. وطبعا كلها كلها تحت امهم النسوية. او الفاميناس. شان في الناس مش فهم يعني النسوية بيعسبوني بقول نسوان ستات يعني سوايات دي جامعات جامعات مش عايزين نتكلم كتير وتفتح في مواضيع جيبناها قبل كده وازبتنا بالدارين ان دي جامعات اعتبر جامعات او تهدد سلامة المجتمع فبدل ما نروح نصلح من سوكات الشيء الاساسي اللي خرب المجتمع لا احنا بننادي على الشيء ده علشان ننكوزنا ما شاء الله ما حقك بصراحة حقوقوا كلكم لان الناس بقتش فاهم حاجة اصلا الناس بقتمشي زي البهاي مسلسل حلو يعجبهم واتفرجوا عليه وممتاز وجميل وهما معرفوش ان هم مليان برمجة عقل لواعي وهم الناس مش حاسة بحاجة الناس مش فاهمة حاجة الناس بتبرمجوا هي عم نزق حمير مش فاهمة حاجة سواء بقى برمجوا الستات على الانحلال سواء برمجوا الرجالة على الانحضار والدياثة سواء برمجوا المجتمع كله على كلها واحد فبدل ما تنادي جامعات هي اصلا السبب في الضمار المجتمع بقى فيه وروح فكر ازاي تحارب النس دي مجانا به الناس بس مش اكتر انا تبعونا وانا تتبعونا 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 وانا تتبع اشتركوا في القناة